بسم الله الرحمن الرحيم بعدما خلصنا كلامنا عن الاتواتيك كنترول وتكلمنا عن الابين والكلوس دلوف سنتحدث عن النهاردة في شيء جديد وهي System System May be Single Input و Single Output دخل وحيد و خرج وحيد أو Multiple Input Single Output يعني أكثر من دخل و خرج وحيد أو Multiple Input أو Multiple Output يعني دخل متعدد و خرج متعدد أيضا يبقى احنا قلنا System ينقسم عندنا 1 Tingle Input 1 Tingle Input 1 Tingle Input Tingle Output يعني دخل وحيد خرج وحيد وبنمثله بالشكل كده Output كده Input عندنا كما نرى دخل وحيد خرج وحيد ممكن نسمى عندنا Y T و ال Input X T ده بالنسبة ل Single Input Single Output عندنا كمان Multiple Input Single Output 2 Multiple Input Single Output يعني دخل متعدد و خرج وحيد 1 T 2 T X 2 T Y 2 T يبقى زي ما نرى عندنا الدخل متعدد و خرج وحيد 2 T 3 T Multiple Input Multiple Output multiple Input multiple Output يعني دخل متعدد و خرج متعدد يبقى زي ما نرى عندنا يبقى زي ما نرى عندنا دخل متعدد و خرج متعدد يبقى زي ما نرى عندنا و يدخل متعدد و خرج متعدد ما نرى عندنا سنجل Input Single Output Multiple Input Multiple Input Multiple Input Multiple Output هذا بالنسبة ل system المنظمة